أكد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبد الجندي أنه شتان بين رئيس المستقيل يناشد العالم بتوجيه أعنف الضربات الجوية لشعبه حتى يقبل صاغرا بعودته إلى الحكم وبين رئيس سابق ورئيس أكبر حزب وتنظيم سياسي يناشد العالم وفي مقدمتهم الدول الخليجية وأعضاء مؤتمر القمة السادسة والعشرين لجامعة الدول العربية بأن يوقف الضربات الجوية على الشعب اليمني الصابر والصامد بوجه التحديات ونوه الجندي بأن الشعب اليمني جارت عليه الظروف وتراكمت عليه المصائب بصورة تدعو إلى توفير ما هو ضروري من الأمن والاستقرار ومن التنمية الاقتصادية التي تسد رمق جوعه وأشر الجندي أنه يجب أن نستفيد من ما قاله الزعيم زعيم النازية هتلر الملقب الفهرر في إجابة على سؤال من هم أحقر الناس ورد بأن أحقر الناس هم أولئك الذين طلبوا منه وساعدوه على الاستيلاء على شعوبهم أضاف أن أولئك الذين احتفلوا فرحا بقصف اليمن عليهم أن يتعبوا ويكفوا عن التبرير لهذا العدوان القاتل للطفولة والمرأة والشيخ وكل مناحي الحياة